السلام عليكم مواصلة في التجربة الخاصة بنا في موقع رصيدك اليوم سوف نقوم بالسحب من هذا الموقع يعني موقع الاستثماري قمنا بالتطرق إليه بالتفصيل في إحدى الموضوعات هنا يعني سوف تجد العديد من الفيديوهات وكل الشروحات المتعلقة بهذا الموقع أفضل منصة للاستثمار الحلال منصة رصيدك كل الأشياء المتعلقة بها كما ترون قمت بشرحها بالتفصيل في هذه المدونة أو في هذا الموضوع يمكنك الإطلاع عليها اليوم سوف نقوم بالسحب من هذا الموقع ونرى هل يصلنا السحب كم الاقتطاع الذي سوف يتم اقتطاعه إلي منا رأينا في حلقة سابقة كيف قمنا بإعادة الاستثمار إذن أول شيء نقوم بالتوجه إلى واجهة المستخدم كما ترون القيمة المتبقية التي حاليا هي 56 ألف دينار جزائري أما بالنسبة إلى المبلغ المستثمر يعني الذي قمنا باستثماره في الحلقة السابقة وهو 40 ألف دينار جزائري إذن بقيت لدينا هذه القيمة سوف نقوم بسحبها كاملة إذن سوف نقوم بنسخة هذه القيمة بهذا الشكل بعدها سوف نتوجه مباشرة إلى السحب من هنا سحب الأموال بالنسبة لسجل السحب لم نقوم بالسحب سابقا نقوم بالضغط على سحب الأموال بهذا الشكل كما ترون هذه الرسالة التي تظهر هنا إذا قمت بالسحب قبل انتهاء الباقة يعني قبل اكتمال 90 يوم فسيتم فرض ضريبة 90 بالمئة على المبلغ المسحب إذن كما ترون سوف يتم فرض هذه الضريبة إذن سوف نقوم بغلق بهذا الشكل يعني هذه الرسالة التي تظهر لنا يعني كرسالة تحزيرية كما ترون بالنسبة لي بيسيرا هكذا بيسيرا تقريبا أقل يعني مبلغ يمكنك سحبه هو 10 ألاف دينار جزائري يعني مليون كما نقول أقل مبلغ وأكثر مبلغ هو 20 مليون بالنسبة إلى بريد الجزائر بريد الجزائر كما ترون بالنسبة لي الرسوم 50 دينار جزائري 6 بيئة المئة وأيام المعالجة 7 أيام الحد الأدنى مليون يعني تقريبا نفس الشيء بالنسبة إلى هذا بريد موب وهذا سي سي بي بالنسبة لي السي سي بي الفرق الوحيد وهو الحد الأدنى للسحب يعني هنا 50 مليون وهنا 5 ملايين برك هنا 5 ملايين فقط كما ترون 5 ملايين فقط يعني 50 ألف دينار جزائري وهنا 500 ألف دينار جزائري بالنسبة إلى الباير كذلك يعني 10 ملايين برك 10 ملايين أقصى مبلغ أقصى مبلغ نحن سوف نقوم بالسحب من هنا لأن عبر بريد موب لن نستطيع سحب أكثر من هذه القيمة بالنسبة إلى سي سي بي يمكننا سحب حتى 50 ألف دينار جزائري والقيمة التي لدينا نحن حاليا هي يعني 56 ألف دينار جزائري فاصل كذا قيمة إذن نتوجه مباشرة إلى السحب سحب الأموال نقوم باختيار بريد الجزائر نقوم بالضغط هنا انظر الرصيد الذي تريد سحبه بهذا الشكل نقوم بلسق تلك القيمة نقوم بنزع الفاصلة يعني كل القيمة التي لدينا بالدنار الجزائري بالدنار الجزائري نقوم بالضغط على معاينة بهذا الشكل كما ترون طلب السحب مبلغ بهذه القيمة الرصوم كما ترون بالنسبة للرصوم هذه القيمة التي سوف يتم اقتطاعها هذه القيمة التي سوف يتم اقتطاعها يعني 6% زائد 50 دينار جزائري رصوم السعب وهذه القيمة التي سوف تصلنا القيمة هاته كل القيمة وسيلة الدفع CCP بيانات السحب يجب علينا وضع هنا بيانات السحب يعني البيانات الخاصة بنا يمكنك وضع فقط يعني تضع CCP الخاص بك إذا أردت وضع معلومات أخرى يمكنك وضعها بالنسبة لنا شخصيا المعلومات الخاصة بنا الحقيقية قمنا بوضعها في الملف الشخصي لهذا سوف نقم بوضع فقط CCP الخاص بنا أو يمكنك إضافة اسمك أو يعني أي شيء خاص بك مثلا هكذا مثلا محمد أنا شخصيا محمد بهذا الشكل هنا أضع CCP الخاص بي مثلا أنت قم بوضع CCP الخاص بك يعني قم بوضع CCP الخاص بك ويمكنك إضافة العنوان إذا أردت مثلا أنا أضرر بهذا الشكل وقم بالضغط على إرسال سوف أقوم بإدخال المعلومات الخاصة بالحقيقية وأقوم بالضغط على إرسال بهذا الشكل بعد إدخال المعلومات الحقيقية نقوم بالضغط على تأكيد السحب بهذا الشكل لنرى الخطوة الموالية كما ترون Withdraw Request 6 full Wait for Pressing Day يعني انتظار أيام المعالجة كما ترون تم خصم تلك القيمة من هنا وهذه المجموعة المداخل يعني القيمة التي لدينا نقوم بالنزل كما ترون بالنسبة إلى هنا الإداعات يعني المبلغ الذي يقومنا بإداعه وهنا المبلغ المستثمر وهنا مجموعة الأرباح مجموعة الإحالات بالنسبة إلى التحويلات أو مجموعة السحبات حاليا لا يوجد أي شيء إذن من المفترض أنه بعد أن تتم عملية الصعب سوف تظهر تلك القيمة في هذه المنطقة نقوم بعملية التحديث بهذا الشكل حتى نتأكد فقط كما ترون حاليا لم نقوم بسحب أي قيمة إذن سوف ننتظر متى يتم الدفع لنا وبعدها نكمل معكم هذا الفيديو السلام عليكم بعد مرور ستة أيام من عملية السحب وصلتني قبل قليل رسالة على الهاتف الخاصبي يعني الهاتف المرتبط بحساب بريد الجزائر أنه تم إداع هذه القيمة كما ترون وهي نفس القيمة التي قمنا بسحبها من هذا الموقع سوف نتأكد فقط هل تمت المعاملة داخل الموقع يعني الموقع الاستثماري موقع رصيد كما ترون بالنسبة إلى مجموعة السحبات هي صفر كذلك سوف نتوجه إلى المعاملات ونقوم بالتوجه إلى سجل المعاملات كما نرى هنا تم سحب هذه القيمة يعني هنا السحب قمنا بسحب هذه القيمة وتم إنقاذ منها الضرائب يعني سوف تصل نفس القيمة كما رأينا من هنا نتوجه إلى سجل السحب كما ترون سوف يتم خصم من هذه القيمة حتى تصبح نفس القيمة التي تظهر في المعاملة فقط ننتظر ريسما يتم تأكيد العملية كما ترون هنا قيد الانتظار قيد الانتظار اليوم هو 28 وسوف يتم غلق الإداعات في شهر جنفي في شهر جنفي ربما يتم فتحه بعد ثلاثة أشهر لهذا استغل الفرصة إن كنت تنوي الاستثمار داخل هذه الشركة كل ما علينا فعله هو الانتظار ريسما يتم تعديل هذه هذه القيمة هنا يعني أنه تم السحب وكما ترون خلال هذه سبعة أيام هذا هو المبلغ الذي تحصلنا عليه من خلال الاستثمار في استثمار أربعون ألف دينار جزائري ترجمة نانسي قنقر